بعزيمة وإرادة كسرت بهما حاجز الصعوبات والعرقل تزاول الشرطية حاكم بوحبيلة بنت قصنطينة ما هامها المتمثلة في استقبال المكالمة بالمركز الولائي للمراقبة بالفيديو وتوجيه المواطنين عبر الخط الأخطر للأمن الوطني وهي مهنة عاشقتها منذ طفولتها التحقت بسلك الشرطة في سنة 2010 عند رغبة مني كان حلم طفولي من صغر العمل التاعي حاليا كمخابر في الخط الأخضر 15-48 وخط شرطة النجدة 17 ليتصلوا فيه المواطنين الهدف هنا هو استقبل مكالمات المواطنين فيما يخص تدخلات، إرشادات، توجيهات حكيمة وإن كانت فردا من أفراد الشرطة غير أن التزامها بالعمل لم يمنح من مواصلة دراستها الجامعية فهي طالبة تسعى لبلوغ أهدافها وتحقيق حلمها وهو التخرج بأعلى المراتب بالإضافة للحياة المهنية ما زلت أزاوي الدراسة لصنص علم اجتماع جامعة قسنطينة 2 بإضافة إلى الحياة الخاصة المنزل للوديدين هما الوقت قصير والمشياغ الكثيرة كما يقولون نجاوزوها ممكن بحب المهنة من جهة ومن جهة أخرى المديرية العامة للأمن الوطني تشجع الموظفين بشيووصلوا الدراسة تحهم وتعطينا سوية تعطينا وقت لموصل الدراسة التي لديها طموح كبير إن شاء الله هي نموذج عن المرأة الجزائرية المكافحة التي تواجه الصعوبات من أجل بلغ الأهداف وإثبات الذات حتى وإن كان المجال حكرا على الرجال